بدأت الحكومة عبر شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية في وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء وفاءً بما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقتٍ سابق كان مدبولي قد أعلن عن توفير نحو مليون ومئتي ألف دولار لاستيراد شحنات الغاز والسولار والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء على مدار فترة الصيف ووقف خطة تخفيف الأحمال تمهيداً للقضاء على هذه المشكلة نهائياً بنهاية العام الجاري مع إدخال نحو أربعة جيجاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء في الصيف المقبل لسد الفجوة الناجمة عن زيادة الاستهلاك